ويسعد ربكم يا أحلى عالم جلال أبو مويس معكم كمان مرة لك في شغلي سريع حاب بحكيها إنها بتوصلني كتير وحاسس إنها يا رب توصل صح وتساعد بعض منكم قد ما بوصلني مسيجات طلعني على أمريكا طلعني معك هون جيبني عندك سويلي سويلي اعملي الكل بطلب 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 أنا عارف الوضع صعب أنا متأكد مية بالمية إن الوضع صعب بس لما تضلك إنه بإنه صيغة الطلب زي اللي أعطيني 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 يعني شو هاد قانون شحدي يعني متى آخر مرة أنت كزلمة عملت هيك وحد عمل لك إشي يعني مثلا إذا أنا مثلا بضل أعمل شغلي إذا بعملها بطلع لي منها مصاري بضل أعملها أكتر عشان يطلعني مصاري أكتر بس لما إشي تضلك تعمله ما بطلع لك من وراء إشي غلط تضلك تعمله يعني مثلا لما عملت هذا الفيديو التبع الروتين اللي الكل كان يحكي عنه وفي منه استفاد منه إنه إصحى الخمسة إيش تغلي حياتك بتصير منيحة إذا مثلا عملت هيك وقدلتك تعمل هيك حياتك بتصير أحسن سلما تضل إنت تروح مثلا للزلمة تاني أنا هذا الحكي بخص الإزلام أكتر من البنات لأنه الأغلب اللي بيجي بطلب مني إزلام مش بنات لما إنت تروح للزلمة تاني وبتحكي بصيغة زي اللي بتشحد عيب والله عيب مش عشان معي أو مع غيري لو أو مع مي ما يكون ممكن إنك تروح تتواصل مع حدا تطلب فرصة بس في صيغة كيف تطلب مش صيغة تبين إنك بتشحد لأنه إسمع أنا زي زيك أنا حكيت مع ناس قبل وحكيت بصيغة غلط وتقول زي اللي قاعد بشحد سدقني بس اتعلمت كيف أعمل الصح ولما بلشت أتعلم كيف أحكي مع الناس الواصلة الناس الناجحة بحياتها صح هون بلشت أخذ اللي بدي إياه منهم بس لما تطلب من حدا ناجح بحياته بصيغة إنه زيك إنه مديون لك إنه عشانه نجح غصبا عنه بدي يروح يساعدك إذا واحد نجح بتعبه وبإيده مش ملزم إنه يساعد حدا غير أهله بس لما تروح تطلب من عالم بس عشانه نجح صار معه مصاري معناته مضطر يساعدك ما حدا مضطر حدا ما حدا إله ضربة لازم على حدا هذا بشكل عام بحكي الحمد لله في ناس كتير بحياتي أنا ساعدتها وعطيتها فرص ووصلت عرب ومش عرب بس هاي الناس ما إجت طلبت هاي الناس أغلبها لما طلبت طلبت صح ولم أنا شفتهم بحاولوا بس فيه إيش مسكر في حياتهم هون باجي بأعطي فرصة بس ما تروح تطلب من حدا ناجح بحياته أو شو ما يكون بصيغة إنه مدامك نجحت لازم تعطيني ما حدا إله ضربة لازم على حدا كمرة بدي أحكيها فيه طريقة كيف تطلب خصوصا لما زلمة يروح لعن زلمة فيه زلمية فيه 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 إيش جواك بنهز لما تروح تطلب الشغل بطريقة غلط من زلمة يعني حتى لو هالزلمة عمل اللي بدك إياه فيه إيش غلط فيه إيش غلط فيه إيش أنت لازم تعرفه لما تعمل كل إيش صح بحياتك كل شي بنجذب إلك الفرصة بتيجيك أنا بكفي أسمع البلد والبلد والبلد يا الله شو بعرف ناس بالأردن من ولا إشي وصارت إشي جوا الأردن حكيت هذا حكي بمئة ألف فيديو إحنا صح في عندنا مشاكل إنه ممكن تكون ببلاد تانية مش موجودة بس تقدر بحس مشكلتنا مش الاقتصاد قدمة هي الاقتصاد المخ اللي عندنا إنه منحس إنه إذا حد نجح إله ضربة لازم علينا السلبية أول إشي بخطر عبالنا منحس إنه لازم الإشي يصير إلنا وإحنا قاعدين بالبيت من دون ما نعمل ولا إشي أو يا ما سمعت ناس إجتها فرص تشتغل بس الشغل أقل من بريستيجها فبشتغلوش فاهم شو بحكي الزلمة لما بده يعمل بعمل الزلمة اللي قد حاله لو شو مكان الظرف بوصل وأنا صغير أنا بتذكر وأنا صغير لما كنت مرة محتاج مصاري ولا إشي بدل ما روح أطلب من أهلي كنت روح أبيع عصافير في سوق الجمعة في البلد كنا نبيع في المخيم كنا نشتري قسم بالله كنا نشتح حمام من المخيم ونبيع بسوق الجمعة بالبلد عشان نعمل دينار أنا وصاحبي بدر أكيد رح يشوف الفيديو كل اللي بحكي لكم إياه الزلمة الزلمة وبحس إنه إحنا بالأيام هاي كلمة الزلمة صاير تنقص صاير معناها يروح الزلمة مش بشوارب وبضات نا 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 الزلمة فعل الزلمة إنجاز الزلمة حماية الزلمة هيبة وهاي الأشياء بحس إنه قاعدين ننساها حس الزلمة قاعد يعني بحس يعني يعني أعلى كمية من رجوليته هاي اللي ضايل منها لما يروح يتزلما نعمره ملهاج دخل في العالم هذا بصير رسا موضوع تاني حركز علينا فيه موضوعي هو عيب كالزلمة تروح تطلب من زلمة بصيغة شحدة أو بصيغة إنه إله ضربة لازم عليك عشان يعطيك اللي بدي يعمل بعمل لما أنت تسعى وتعمل كل اللي عليك اللي ناجح بحياته محتاج ناس حواليه ناس تعيبة وناس يوثق فيها لما هذا الناجح يشوف اللي بشتغل وبتعب من حق يعني بحق من حاله رح يروح يطلب منه تعالي اشتغل معي تعالي سوي معي زي هالشاب الأردني اللي شغلته عندي قبل فترة فاهمين علي ما طلب مع أنه لا والله حرام طلب أكتر من مرة وما جاوبت على مسيجاته المرة الوحيدة اللي جاوبت مش لما طلب لما عرض علي أنا بشتغل ادهان بشتغل أرض بشتغل تكسير بشتغل هات قولي هلأ عمل اللي عرض أنا بقدر أروح عنده أحكي رح أاخد اللي عرضتوا علي تعالي اشتغل عنا لما تيجي تبعطي بطلب طلب طلب أنا مش بدي أستفيد منك و بس عشان نجحة لازم أفيدك وأنا ما استفيدش عشان نجحة أركبك على ظهري ما بزبطش الحياة خد وقطي مش بس خد 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 فاهمين بعدين عفكر الأردني هاد لأنه بصولني مسيجات كتير عشانه أنا ما طلعته من الأردن هذا كان هو بأمريكا من أول بس وضعه كان صعب بعديها إجي عندي على الشغل في ميامي وبس هاي هي المسيج تبعتي المسيج تبعتي الزلمة الزلمة وين ما يروح وكل إشي والزلمة بطريقته لما يفرض حاله بطريقته لما يعرف عن حاله بطريقته لما يروح بدي يأخذ الأشي الزلمة مش بس قاعد بالدار طلعني على أمريكا جيبني أشتغل عندك الوضع صعب عارف الوضع الصعب بس في ناس كتير مع هالوضع الصعب عملت إشي هاي المسيج تبعتي اليوم يمكن في ناس تدائق من هالمسيجات أو هاللي بحكي بس أنا بصراحة عامل هاي القناة لأنه بحكي لعبالي راح تساعد ناس وراح تدايق ناس أنا مع اللي بدي يساعد وبس إن شاء الله ما يكون هالحكي دايقك وتأخذوا بالطريقة الصح أو هاي هي بس ويسعد ربكم يا أهلا عالم للفيديو الجاي let's do this